دعت ثلاث منظمات دولية جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الذين احتجزتهم مؤخرا وأعربت منظمة كير الدولية وأكسفام منظمة إنقاذ الطفولة عن مخاوفها بشأن اعتقال الحوثيين 18 عدوا من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات تدعم الأنشطة الإنسانية وأقلت المنظمة أنه لا يزال مكان احتجاز الموظفين المعتقلين غير معلوم ويعاني بعضهم من ظروف صحية صعبة وأكدت المنظمات أن هذه الاتقالات تعيق بشكل مباشر قدرة المنظمات على الوصول إلى 18 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن جراندنبرج انتهاء المفاوضات حول الأسرى بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين مشيرا إلى ما وصفه من فراجة مهمة حيث توصلت الأطراف إلى تفاهم حول إطلاق صراح محمد قحطان وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات كما اتفق الطرفان على عقد اتماع لاحق لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق صراحهم وترتبات إطلاق صراح قحطان وقال المبعوث الأممي أنه على الرغم من التقدم الإيجابي لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به وبوتيرة أسرع للتخفيف عن معاناة ألاف الأسر التي تنتظر الإفراج عن أقاربها هذا وحمل الوفد الحكومي الحوثيين مسؤولية إفشال مفاوضات الأسر التي عقدت في مسقط مشيرا إلى إمكانية تحقيق بعض الاختراقات في جولة المفاوضات القادمة والتي سيسبقها تبادل قوائم بالأسماء وفيما يتعلق بالسياسي محمد قحطان فقد اعترف رئيس وفد الحوثيين بوجود إشكالية حيث انتهت المفاوضات دون تحديد مصيره وقضى اتفاق بين وفدي الحكومة والحوثيين على مبادلة قحطان بخمسين أسير ومعتقى الحوثي إن كان حيا بينما في حال تأكدت وفاته سيتم مبادلة جثمانه بخمسين من جثمين قتل الحوثيين وهو الاتفاق الذي أثار غضب حزب الإصلاح وانتقد رئيس الحزب محمد اللومي الوفد الحكومي واتهمه بعدم الالتزام بالتوجهات الرئاسية واعتبرت أسرة قحطان تصريحات وفدي الحكومة والحوثيين حول وضع المخفي قحطان غير أخلاقية وحملت الحوثيين مسؤولية مصيره وحياته أستاذ عرفات حمران معي هنا في الستوديو رئيس منظمة رصد الحقوق والحريات أهلا بك ما الذي حدث؟ المبعوث الأممي يقول أو يبشر أن الأمور كانت بخير وصارت بشكل جيد خلينا نبدأ بالأستاذ قحطان محمد قحطان أولا ملفه ما الذي حدث فيه؟ محمد قحطان الحوثيين ينكرون أي معلومة عنهم منذ 2015 حيا أو ميتا؟ هم لا يقولون أنه حتى لديهم باستثناء الآن أنهم يعني يعترفوا أن القحطان موجود لديهم لكن خلينا أقول لك أن هذه المفاوضات أصلا كانت المفروضة لا تعقد إلا بشروط الشرط الأول أن يكون قد زار محمد قحطان وفد من هذه المفاوضات أو الصليب الأحمر برعاية الأمم المتحدة وأن تكون هذه الجولة الكل مقابل الكل ولا يجزأ فيها المختطفين وكانت القائمة واضحة أن هناك ألف ومائتين مختطف أول مرة نور رقم يعني ألف ومائتين مختطف سيتم الإفراج عنهم وتنتظر أسرهم كل هذا العدد لكن الذي حدث أنها بدأت المفاوضات دون الشروط والضمانات وإبداع حسن نوايا من الحوثيين وأيضا الحوثيين تلاعبوا بهذه المفاوضات بشكل كبير حتى الجانب الإنساني جعله من محمد قحطان مادة للجدل لدى أسرة قحطان التي كانت تتفائل خيرا لو لا تصريحات كم ممكن وفد الشرعية يرفض يشرفت؟ يرفض ماذا؟ يرفض الحضور طالما الشروط لم توفى بها طبعا هذه الشروط لكن يبدو أن هناك حسابات سياسية غير الحسابات الإنسانية الملف المختطفين هو ملف إنساني لكن الآن يتحول إلى ملف سياسي ويحول إلى ملف الإبتزاز ويحول إلى ملف للجدل لماذا؟ للجدل للأسف الشديد المختطفين لديهم قانون يحميهم والأمم المتحدة ومنظمات واو الصيب الأحمر يحميهم ويتأكد من سلامتهم ويتأكد من قروجهم الأمر الثاني هناك أيضا قرار 2216 من مجلس الأمن بإطلاق صراحة المختطفين الأربعة بينهم محمد قحطان وجميع المختطفين السياسيين بمعنى أنه لا يحتاج إلى مفاوضات طالما لدينا قانون ولدينا قرار ولدينا أنه مبثل الأمم الموجود والمنظمة تعمل على الميدان لا نحتاج إلى كل هذه المفاوضات لكن المفاوضات تأتي ليس من أجل المختطفين من أيضا مكاسب سياسية أخرى إذا كانت الحديدة ذهبت بملف المختطفين بالسويد الكل مقابل الكل وأخذوا الحديدة وتقدموا عسكريا ما خاصروا عسكريا تقدموا به من الجانب الإنسان أين الخلل؟ أنت تتحدث عن أشياء واضحة للعيان أين الخلل؟ هل كان في يدي الوفد والفريق المكلف من قبل الشرعية أي أوراق سياسية يلعب بها مقابل الحوثيين؟ كان لديهم توجيهة واضحة من الرئاسة لأول مرة بأنه يكون القحطان والمختطفين الباقيين يتم الإفراج عنهم تحديد مصير أقل شيء مصير قحطان قبل المفاوضات كان لديهم قرار أممين واضح ورغم ذلك لم ذهبوا إلى المفاوضات ذهبوا إلى المفاوضات وبدأوا المفاوضات ولم يحققوا حتى المفاوضات يعني أخطأ قلنا ربما هي المفاوضة فشلت خلينا قبل أن تفشل كان في يد الوفد اللي تابع للشرعية ورقة المراوغة أنه ما يحضرش طالما هو يعلم جيدا أكيد صح؟ صحيح طيب هذا الخلل الذي دائما يتكرر في وفد الشرعية خلينا نكون شوية إيجابيين يعني ألا يمكن مراجعته؟ يعني واضح كده أن هذا الوفد هذا الفريق الذي يدير هذا الملف يعني يحتاج إلى تدوير يحتاج إلى ترميم فريق المفاوضات هذه نقاط موجودة طيب خلي أنا أتحدث هذا لا يغضب أحد يعني لا 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 بالعكس التدوير هذا مهم جدا طب لماذا هذا الخفاق؟ يعني يكون هناك ندية في النقاش أنت تعرف جيدا أن الشروط لم تتحقق تعرف جيدا أنه في 1200 لن يتملف رجعهم تعرف جيدا أنهم سرغون ورغم ذلك تحضر نعم هنا هذه الأسئلة توجه إلى الرئاسة توجه إلى الفريق نحن كمنظمة مجتمع مدني لا يهمنا من كل هذا إلا الجانب الإنساني فقط يهمنا أن لدينا قرارات أن أناقش تنفذ نعم ليس كمسؤولية صحيح الذين قرارات تنفذ الذين قوانين تطبق الذين أيضا مختطفين لا يبادلون أيضا بعسكريين أو بقيادة حوثية أو أن يكون هناك شروط مقابل شروط عمل إنساني مقابل عمل سياسي أو بالجانب الإقتصادي حقوق مكاتب يعني إقتصادية الحوثيين هذا كل هذا لا يهمنا لكن هناك حساب السياسي نحن لا نعلم ولا نهتم بها وهذه الأسئلة لو توجه إلى أعضاء الفريق الناتق باسم الفريق الرئاسة بشكل عام ربما يجيبوا لكم لكن هذه المحوظات نحن عرفنا أنها فشلت قبل أن تبدأ بدأت بداية غير غير مرضية بدأت بداية غير ما اتفقوا عليه أنه أقل لش تحديد أحمد قحطان على الأقل نحن عرفنا منك رقم بأننا 3 أو 4 أيام نسأل الأرقام لا أحد يجيبنا في 1200 من الشرعية عند الحوثيين مختطف كم عدد المحتجزين من الحوثيين عند الشرعية الحوثيين إلى الآن لم يرفعوا أسمهم هم الآن نحن إذا تكلمنا مقابل الكل نعم إذا تكلمنا أنتم لكم 1200 هؤلاء مختطفين سياسي مختطفين نحن نتكلم غير الاحتجاز الحوثيين لديهم مختطفين غير سياسي ليسوا مختطفين هذا أسر حرب هم أيضا يأتوا مرتب في الجيش نعم ما يقارب بالألف هذو اختفوا أو اعتقلوا أو أسروا أثناء الحرب كيف سيبادلوا بهؤلاء الذين كانوا يحاولوا سياسيا وعلاميين وحقوقيين لا أعرف لكن بالمقابل الشرعية تقول أنها تريد أن تنهي معاناة الأسر حتى لو بادلتهم بقيادات عسكرية الذي أريد أن أقوله أن هناك ما يقارب بثمانية ألف مختطف تم تبادلهم بين الحوثيين والشرعية بوساطة محلية وقبلية وأن الأمم المتحدة لم تحقق شيء باستثناء ألف وخمسة مختطفين وعسكريين تم تبادلهم برعاية الأمم المتحدة عندما ذاهب المبعوث الأممي بعدها إلى المجلس الأم ليرقي إحاطته لم يحقق الأمم المتحدة شيء اليمنين حوارهم مع بعض ربما يفضي إلى ثمانة ألف وما زالت الأرقام مستمرة وهناك تفاوضات حتى الآن حتى الألف الذي تم برعاية الأمم المتحدة ونقل بطائرات الأمم المتحدة كان أيضا كان هناك مبادرات أيضا محلية وكانوا في اتفاق لكن الأمم المتحدة ركبت الموجة وشالت هذه الأسماء من السليب الأحمر ورعتها وخرجت من إنجاز عظيم رغم أنه لن يجد أي إنجاز بأن تبادل أسرع بمختطفين أن يخرجوا بالعكازات والكراسي المتحركة مقابل أن يخرج أسير بكامل صحته ليعود لمعارك الحرب ترجمة نانسي قنقر